تتواصل عمليات تغديم الدعم للمتأثرين جراء السيول والأمطار بولاية الجزيرة في محليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى وبدأت حكومة الولاية وغرفة الطواري في توزيع الخيام بمعسكرات الإيواء التي تم تحديدها بالمناطق المتأثرة حيث بدأت الأثر تستقر نوعا ما نحن يضررين الله وخارغاني وناس السعودية يجوا وناس السدان جوا الله كترخير وبرك الله فيهم الله اللي اللي الدون له كثير منهم ودائري طالب أعد دائرين الله فكان البناء يدائر على وكان تشيل عمكم دائرنا ونحن والله هنا محتاجين لأكثر بنيان عديل بنيان والله إن شاء الله يساعدونه وعندنا أتام وعندنا أرامل وعندنا ناس محتاجين في الغرق ذلك البيوت نصة وقعد دارين مساعدة كثيرة دارين مدارد ودارين مستشفيات دارين مساعدة دارين العوم من أخواننا إلا أن هناك الكثير من المناطق ظلت تشكو من عدم وصول الدعم إليها رغم الجهد الكبير الذي تبذله قرفة الطوارئ بولاية الجزيرة أنا من مواليد 1987 ما حصل مرة في زول جهة تفقدني ولا قال لي أخدت عايش كيف ولا ألحظ شنو إلا الليلة أنت وقتر خيركم وبارد الله فيكم وربنا نكتب على جزافة ما في مزول بجينا نحن الليلة والله سعيدين كل السعادة كون يتم معنا وجيدوا تشوف الحاصل علينا والله نقول لكم جزاكم والله خير وإحسان نحن والله كل سنة بنغرق الغرق جمعنا كلهم تشهد إنه نحن الشكلة دي كل سنة بنغرق من المطر ومن الظروفة الصحية بتاع الموالي القدام ومن الميار الغربي بتاع السكر نحن سنويا بنغرق من ميار السكر والآن الليلة نحن السنة جاء نذا اببهدنا من 1288 كلام زيدا قالوا ما شافوه ولا رأوه نحن في خطر نحن في درق بس نقول الجانة من الله بس الحمد لله لكن والله تعبانين حد التعب قيف وياريت وياريت لو ما الناس تمشي معانا تشوف الحظ شنو ما في مواصلات ما في أكل ما في شراب ما في سوق ما في أي حاجة بس عايشين علي ربنا شارع ماف لاورك التام صحة ماف نحن متضررين ضرر شامل لا فرزين والشكلة لا عبرة لا العمرية لا اللحان متضرر شامل شوارعنا متقفلة الإنسان ذاته من الموسم ما بدأ ما في إنسان كدي مش الخلاء كل الحاجات بيمكن الله الإنسان عشان يمشي السوق ذاته ما ألاقيها عشان يمشي السوق مشانا كله بيقابل أرض وفي ذات الوقت علت بعض أصوات المواطنين مطالبة بضرورة توفير عدوية الميلاريا ورش المياه الراكدة بجانب توفير أمصال الحشرات السامة نحن حايفين من المشكلة الصحية الموجودة الليلة إنت بتخلش البيت لا بتعرف سروحك تكرش نفسك ولا تكرش أولادك أولادك بيقب من البعوض البعوض زايد بنسبة 85% أو 800 ألف في المية أنا بيتيجي الدام ما بقدر أخوش حجرت عشان من الحشرات من البعوض النامو فيه البعوض فيه الدبيب فيه العقرب فيه دي 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 المشكلة الحاجة الساحلة هنا محتاجين محتاجين ودائرين نواميس ودائرين حقنا ودائرين دواء وعيانين عاسي عيانين أنه مستطعنا حبا حبا في الأسناء تكثف وزارة الصحة بولاية الجزيرة من جهودها لمواجهة الأمراض والوبائيات التي قد تحدث نتيجة هذه السيول نحن من أول يوم أول بأول كنا مقيمنا المواقع وصلنا كل المواقع مقيمنا الوضع بيحتاج لكلورة للمياه والحمامات المراحيل عشان ما يكون جينا تجينا أمراض أوبياء من أول يوم نحن وصلنا مع الجهات المسؤولة الأعلى مننا التي هي الوزارة الصحة الولايية بلغناه بأن الوضع هذا فوق طاغتنا فوق طاغتنا عدد من المذارعين عبروا عن سخطهم حيال الأوضاع القاسية التي يعيشونها مطالبين بضرورة تعويضهم عما فقدوه من زرع بسبب هذه السيول وطرحوا العديد من الأسئلة آملين أن يجدوا حلولا عجلة لهذه المعاناة نتكلم عن الفيضانات الحصلت في الأولى الأخيرة ونرجع شوي إلى الخلف بانسحاب شركة الأكتان وانسحاب إدارة مشروع الجزيرة من تمويل المزارع وغفل نافذة البنك الزراعي بالنسبة للتمويل تزامنت مع إغراق المشروع في الفترة الأخيرة فإننا بنزال هل الغرق الحصل أو السيول الجاد بفعل فاعل أم سيوله أم طار بالنسبة للمزارعين الأضرار هذه أضرار كبيرة جدا جدا يعني زول يمرق من العروة الصيفية صفر اليدين ما عنده حاجة يقتاد بها أو يقود بها أولاده بالإضافة لأنه حجم الدمار في المخازن بتاعة الناس حجم الدمار بالنسبة للقرى حجم الدمار بالنسبة للبنية التحتية بتاعة ترغي للمواجر والمصارف والسيفونات والترع كل الغنوات بتاعة ترغي تأثرك من هذه السيول ولا بد من إرجاعها إلى طبيعتها وإلى سيرتها الأولى وإلى أفضل من ذلك عشان ما نحصل العروة الشتوية ونقدر نزل عن محاصيلنا الشتوية التي هي بتتمثل في القمح كمحصول أساسي ونحن معرفين منتجين أكبر منتجين للقمح والمحاصيل الأخرى التي هي بتتمثل في الكبكبها وبتتمثل في المحاصيل اللوبة العدسية والمحاصيل الأخرى الناس إذا ما قدرت زرعت العروة الشتوية نحن الفجوة القزائية عندنا هنا محليا سترتفع ونظل محتاجين للمعونات والإغاثات وحتى تزداد الإمورس وتتفاغم من هنا نحن بناشد الحكومة المركزية بناشد السيدة الفريق أول رقم عبد الفتاح البرهان بأنه ينظر لنا نظرة لمشروع الجزيرة نظرة للرغي يعني يقدروا يتحركوا في اتجاه رجاع معين الرغي إلى سيرتها الأولى حقيقة متضررين ضرر كبير ولكن المشكلة الآن الحالية البدعاني منها اللي هو التموين الشتوي والتموين الشتوي بيتم على أي أساس إذا كان نحن على رأس الدولة الغرار ضعيف بدليل أنه البرهان حمدتي سعر سعر للقمح ووزير المالية ما نفذ الغرار الغرار مش غرار وزير المالية والناس على رأس الدولة تركوا الموضوع لوزير المالية والآن نحن على أي أساس نزرع العروة الصيفية نرجو من البرهان حمدتي يكون عندهم غرار تمام إصلاحات واسعة تنتظر وزارة الري بالأجزاء الزراعية الواسعة التي غمرتها مياه السيول بمشروع الجزيرة فمعظم غنوات الري الصغيرة داخل هذه الأراضي تحتاج إلى تحركات سريعة لمعالجتها مصرف الشوال المصرف الموية جاءت لي أكبر من الساعة التسميمية لذلك الموية فاتت عبرت الجسر الواقع المصرف وعبرت ميجر الشوال وفيك كسرين أساسيين حدث المواطنين نتيجة استشعارهم بالخطر الداهم في منطقة عبود ومنطقة كويلة فأنا بتوقع من الإخوة في الولاية في الوزارة في المواطنين عامة إنهم في الآخر يتفهم هذه الأمور هي أمور كارثية بتاعة كوارث عادية جدا بتحصل في أرغى المناطق في مشروع الرهد حدثت نفس السيول وفي نفس التاريخ يوم تمانية تمانية في ميجر السلام أو ميجر رغم ثمانية البيروي تفتيش العاشر وأحدث يعني ضرر كبير في الميجر وعدة كسور وغرق خمسة غورة ويمكن يكون يعني هذا الحدث يعني حدث من من سيول أتت من البطانة باعتبار أنه هو في أواخر مشروع الرهد وهي نفس المنظومة الموجودة في المناقل باعتبار أنه هناك مصرف واغي يغي من السيول والأمطار لخارج المشروع وحدث بنفس الصورة في مشروع حلفة المصرف الواقي لفرع صابر وأحدث برضو السيول والأمطار كسور في المصرف وغرقت عدد من الغراء التي هي ثمانية غراء سما غراء عرب ونفس المنوال حدث في هذا السيول أحدثت كسور في جسر الصعائد في القاش فلذلك هذه السنة المطيرة أو السنة التي تكون فيها الأمطار نسبتها عالية يعني بتدي لحدوث يعني ارتفاع في المناسيب وارتفاع في أنه تحصل أوبرفلو في هذه المشاريع وهنا في غرية الدوحة وما جاورها من قرى بمحلية جنوب الجزيرة طالب المواطنون بسحب المياه التي تحيط بهذه القرى وتوفير الأمصال والأدوية بدلا عن الدعم الغذائي للأهالي نحن محتاجين لأبواب تتركب لنا في ميجر الشوال الرئيسي بصورة دائمة كل سنة نحن ما علينا إلا نفتح هذه الأبواب حتى ما تتصرف هذه المياه تتصرف المياه محتاجين عندنا شفات لسنين عدد أنه قاعد عبارة عن خردة محتاجين للصيانة محتاجين يجيبوا لنا أو يركبوا لنا واحد جديد يعني محتاجين لدعم دعم فني لا بد من توفير الأدوية خاصة الميلاريا والإسهالات ومصل العغارب والثعابين لأنها تقالبت على الدوحة بكثرة في ناس أصيبوا وللأسف الشديد يعني هنا ما كان عندنا أي مصل فعلى هذه الشاكلة استطعنا أن نمشي إلى أقرب مستشفى اللي هي وين في شبونا يا جماعة وبالتركتر الوطن كلها مالة مليئة بالمياه محلية جنوب الجزيرة هي الأكثر تضررا من سيول ويتابع المسؤولون بالمحلية عمليات توزيع الدعم ووضع المتأثرين عن كثب مطالبين بمزيد من الدعم والإعانة لتغطية احتياجات القرى المتأثرة نحن لا فتحنا زي جسر جوي لدعم كل الغرى عندنا غرى مستهدلة كثير جدا في الحوش وفي الحداد وفي الحاجة عبدالله هي الغرى المتأثرة والإقاثة والدعم إن شاء الله مستمر الدعم لمواد إقاثية في مواد بتاع تيوى مشمعات خيم عندنا مواد صحية برضو تصل الناس من أدوية من عمصال من مواد بتاع ترش ضبابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر